يوم الخميس بمقر الانتحاد الأسائي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كولا لنبور مراسم قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-2024 وتقام قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بمشاركة أربع أندية سعودية هي الاتحاد الهلال الفيحاء والنصر الإضافة إلى 36 فريقا سيتم تقسيمها على عشرة مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربع أندية علما بأنه سيتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى حتى الخامسة في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة حتى العشر ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الأولى بالنسبة لمجموعات الغرب يومي 18-19 سبتمبر المقبل بينما تقام مباريات الجولة الثانية يومي 2-3 أكتوبر فيما تقام مباريات الجولة الثالثة يومي 23-24 من الشهر ذاته على أن تقام مباريات الجولة الرابعة يومي 6-7 نوبمبر لتقام مباريات الجولة الخامسة يومي 27-28 من الشهر ذاته وتختتم منافسات دور المجموعات بإقامة مباريات الجولة السادسة يومي 11-12 ديسمبر المقبل وحدد الاتحاد الأسوي لكرة القدم يومي 12-13 فبراير 2014-24 موعدا لإقامة مباريات دور الستاشر لمرحلة الذهاب على أن تقام جولة الإياب يومي 19-20 من الشهر ذاته وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 4-5 مارس 2024 فيما تقام جولة الإياب يومي 11-12 من الشهر ذاته بينما تقام مباراة ذهاب الدور النصف النهائي لمنطقة الغرب يومي 16 أبريل على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من الشهر ذاته علما بأن مبارتين الدور النهائي ستقامان يومي 11-18 مايو 2024 حظ سعيد رجاء نشر النشر والاشتراك في القناة والإعجاب لأن الإعجاب يزيد من حماستنا لنشر المزيد من المعلومات المخيدة للجميع أشكركم للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته